تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مساء أمس اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنأ فيه جلالته بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل معربا عن شكره وتقديره لجلالته على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق وأكد الرئيس دونالد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها وأكد جلالة الملك المفدى أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات كما شكر جلالته فخامة الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا اشتركوا في القناة